اقيم تحت رعاية سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي صباح اليوم حفلة تقديم جائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري في نسختها الأولى بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وذلك في مركز سمو للعهد للتدريب والبحوث الطبية بقوة دفاع البحرين وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ألقى اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة المنظمة للجائزة كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق جواجه ولا جموتن إلا وأنتم مسلمون سيدي لقد كان عدد المشاريع التي قدمت للمنافسة على هذه الجائزة 102 مشروع ما بين مشاركات لمشاريع فردية ومشاركات لمشاريع جماعية وقد قامت لجنة التحكيم المشكلة بأمر من سموكم حفظكم الله وهم من أصحاب الخبرة والمعرفة بعقد اجتماعات الدورية حسب خطة برنامج العمل حيث قاموا على مدار ما يقارب من العام بدراسة جميع المشاريع المقدمة بعناية فائقة ومناقشتها من كافة النواحي العلمية والعملية والتطبيقية وقد تم إجازة عدد ثلاثة مشاريع لنيل جائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم لسموكم بخالص الشكر والتقدير والامتنان على ثقتكم القالية بنا ومتقومون به في كافة المجالات من دعم مباشر وأطلاق المبادرات التي تخدم قوة دفاعنا الباسلة ومملكتنا القالية في ظل راية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الععلى حفظه الله ورعاه وأدام ملكه كما أتقدم بخالص الشكر والامتنان لجميع المسؤولين في القيادة العامة وفي المستشفى العسكري وعلى رأسهم سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمه المتواصل لجائزة سموكم رعاكم الله وخلال الحفل تم عرض فيلم مجز عن ابتكارات المشاركين في الجائزة وبعدها قام سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بالجائزة والتي اجتملت على جائزة الابتكار العسكري في المجال العلمي والتي حصلت عليها الدكتورة فاطمة عبد الرحيم فخره عن موضوع علاج الاستسقاء الدماغي ذات التجاويف المتعددة كما حاز فريق تصنيع آلية المدرعة فيصل بقيادة العقيد مهندس محمد عبد الله الدوسري على جائزة الابتكار العسكري في المجال الميداني فيما حقق جائزة الابتكار في المجال الفني العسكري الوكيل أول عيسى عبد الله جناحي عن موضوع تصميم مثبت لموجهات الصواريخ لتمكين تشبيه عمله وفحصه على الأرض كما قام سموه بتقديم نوط التمييز للفائزين بالجائزة وبهذه المناسبة أكد سموه لواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أهمية تحفيز الإبداع الفكري وتطويع المهارات وإبراز الطاقات لدى منسوبي قوة دفاع البحرين بما يمكنهم ببحوثهم ومشاريعهم العلمية والعملية من خدمة قوة دفاع البحرين وتنمية قدرة المنافسة العالمية لديهم بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية مملكة البحرين المستقبلية وقال سموه إن مملكة البحرين بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسخر كافة إمكانياتها في توفير البيئة الخصبة التي تسهم في تحفيز أبناء الوطن وأكيدا سموه على ما تزخر به قوة دفاع البحرين من كفاءات بشرية هائلة وطاقات شبابية مؤهلة قادرة على التفكير الإبداعي وهنأ سموه أصحاب الأفكار المبتكرة كما عبر سموه عن سعادته للتفاعل الكبير من قبل مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ما يؤكد الرغبة في المشاركة لتحقيق التطوير في الأداء في مختلف المجالات العسكرية مؤكدا سموه موصلة التقدم بكل عزيمة وأسرار نحو السباق التقني لتحقيق المقدمة والريادة في توطين التكنولوجيا والصناعات العسكرية بعقول وأفكار وأياد بحرينية متمني سموه لكافة المشاركين التوفيق والتمييز والنجاح في الأعوام القادمة جائزة ناصر بن حماد للابتكار العسكري منارة تقف في وسط محيط التمييز والإبداع وهي طريق سلكت جميع وجهاته المؤدية إلى محطات مشرقة من الريادة الوطنية والإقليمية عبر ابتكارات عسكرية وأمنية تنشط في بيئة تنادي بتطوير مهارات منتسب القوات المسلحة الأمر الذي يصب في صالح تعزيز التنمية المستدامة في المملكة وتسريع عجلتها ما مدى رضاكم عن مخرجات هذه الجائزة؟ الحقيقة مبهرة جدا لأن كانت تجربة ولذلك أنا خليتها محلية نبقي نشوف أولا قدرات المحليين عندنا من جنود وضباط في مملكة البحرين لكن فاقة والتصور من حيث لو شفت أنت الجائزة ولكن في مئات المشاريع موجودة ما نقدر نكرم مئة الفائز واحد حقيقة الجوائز جوائز مبهرة في مجال الطب واختراع في مجال الطب وخاصة في أمراض الدماء والمجال الآخر اللي هو العملياتي في ابتكار آلية جديدة والمجال الفني طبعا ابتكار اللي هو اللي تحميل الصواريخ في طائرات الـ F-16 فابتكار كلها محلي حفز الشباب أنهم يشتغلون ونمي عقوب رؤية قويمة ومعاينة دقيقة صاحبت اختيار المشاريع الثلاثة الفائزة من قبل اللجنة العليا لجائزة ناصر بن حمد للابتكار العسكري التي محصت ما يزيد على مئة مشروع تقدم بها نخبة من المجتهدين من منتسبي قوة الدفاع والتي خاضت في مجالات العمل الهندسية والتقنية والإدارية والطبية والعملياتية وصولا إلى المجال العلمي سنة 2019 بدنا تصنيع الآلية عندنا في ورشة من ورش قوة الدفاع البحرين مما تم يعني إنجازة التي هي قوية فيصل ولدتها يعني كما يقولون فالحمد لله شاركنا بالمشروع مانا شاركنا في جائزة الشيخ ناصر وقدرنا نحصد المركز الأول في فئة الميدانية المجال الطبي يتطلب بحث دائم من أجل الوصول إلى علاج الأمراض العديدة والحمد لله نمتلك في المستشفى العسكري التحفيز الدائم والإمكانيات التي تساعدنا للوصول إلى هذه الأهداف الحمد لله كنا نواجه مشاكل في بعض الموجهات فكون من المشاكل لنا ما نقدر نسويها في البحرين فحاولنا نبتكر هالقطعة هذه والتي هي اتفاداتنا في تصليح عدد من الموجهات محليا وبشكل فعال ولله الحمد يعني هذه الجائزة تورد مضمونها من خلال باقة من الأفكار المتميزة التي خلقت بيئة تنافسية بين ثلة من الموهوبين العسكريين ممن رغبوا بالمشاركة من أجل تطوير الآداء والارتقاء بالمؤسسة العسكرية التي ينتمون إليها جائزة تحاكي تلك الطاقات الوضاءة لمنتسبي قوة دفاع البحرين وإبراز اجتهاداتهم العلمية والعملية من أجل أن يتم توظيفها خدمة للمؤسسة العسكرية لتلفزيون البحرين محمد رشادت